موسيقى مجز لأهم الأنباء من شوف تيفي أهلا بكم أفدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن مبيعات الإسمنت كمؤشر الرئيسي لصناعة البناء والأشغال العمومية انخفضت بنسبة 1.5% حتى ما تم شهر أكتوبر الماضي بعد أن سجلت تراجعا بنسبة 1.9% خلال سنة 2012 وبنسبة 3.6% فيما تم سنة 2013 وأضافت المديرية في مذكرتها الظرفية لشهر ونبر الجاري أن الاعتمادات المخصصة لتمويل الأنشطة العقارية شهدت ارتفاعا بنسبة 2% أي حوالي 235 مليار درهم حتى ما تم شهر شتنبر الماضي بعد أن سجلت زائد 8.1% خلال شهر ما قبله في موضوع آخر أجلت الغرفة الجنحية بابتدائية عصبع بالدار البيضاء أمسين الأربعاء ملف محاكمة المتهمين في ملف الإختلالات المالية بشركة درابور كبرى شركة جرف الرمال بالمغرب في جلسة سريعة إلى فاتح دجنبر المقبل من أجل إعداد الدفاع وقد عرفت الجلسة حضور فاطمة منذر المتبعة في حالة صراح والتي كانت تغيبت خلال الجلسة الماضية هذا وتقدم دفعها بتسجيل نيابة جديد في هذا الملف تأجيل الملف مرة أخرى أثار حفيظة دفاع المتابعين الذي أشار إلى أن التأجيلات المتكررة تضر بالمتابعين في حالة اعتقال والذين يعانون داخل السجن كما التمس المحامون للمعتقلين الصراحة المؤقت لموكلهم فقررت المحكمة البتة في هذا الطلب الجمعة المقبل في أخبار الجارة الإبرياء إسبانيا تم إلقاء القبض أمس الأربعاء بمورسيا جنوب إسبانيا على مغربين كان يحاول الانضمام لمجموعة إرهابية تنشط بسوريا وذلك بتهمة الإرهاب بحسب ما نقلته قصصة لوكلة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الداخلية الإسبانية وأوضح بلاغ للداخلية الإسبانية أن الموقوف عرض خدمته على مجموعة إرهابية تنشط بسوريا مشيرا إلى أن المتهم الذي قبض عليه الحرس المدني ببلدة سان بيدرو ديل بينياتار بمورسيا حاولت توجه إلى منطقة النزاع للانضمام لصفوف هذه المجموعة وأدف المصدر ذاته أن هذا الشخص خلق هويات متعددة على شبكات التواصل الإجتماعي تتضمن وثائق تمجد الإرهاب مبرزا أنه أبحر على مواقع تتضمن محتويات متطرفة جدا وقد يكون اهتم بالمنشورات حول التقنية الإرهابية نختم مجزنا هذا بهذا الخبر الرياضي حيث كشفت قناة سبور بلوس الفرنسية عن العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب بسبب رفضه تنظيم كأس إفريقيا للأمم السنة المقبلة وقالت القناة إن قرار الكاف سيكون حرمان المغرب من اللعب بنهائية كأس الأمم الإفريقية لدورتين متتاليتين دون احتساب هذه الدورة التي نقلت لغيني الاستوائية أي دورتين 2017 و2019 وفرض غرامة مالية قيمتها 40 ألف دولار وأضفت القناة نفسها أنه تطبيقا لبند الانسحاب من تنظيم مسبقة وفقا للوائح الكاف الزجرية فإن الكاف سيفرض غرامة تقدر بعشرين مليون دولار على الحكومة المغربية وذلك لجبر الضرر الذي لحق بالاتحاد الإفريقي جراء نقل هذه الدورة من المغرب لغيني الاستوائية بهذا الخبر الرياضي نأتي وإياكم أعزائي الأفاضل إلى نهاية هذا الموجز منا إليكم أطيب المونى إلى اللقاء اشتركوا في القناة